اهلا بكم الى نسرة الاخبار الرئيسة من قناة السعودية نستهلها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يصدر امرا ملكيا بتسمية 12 قاضيا اعضاء في المحكمة العليا تقديرا لخدماته الجليلة لامن المجتمع العربي منح خادم الحرمين الشريفين وسام الامير نايف للامن العربي من الدرجة الممتازة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الدومة للجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية يستعرضان علاقات الصداقة وافاق التعاون البرلماني خلال مجلس حقوق الانسان في جنيف وزير الخارجية يجدد دعوة المملكة للوقف الفوري لاطلاق النار في غزة أهلا بكم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمرا ملكيا بتسمية 12 من القضاء الذين يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف أعضاء في المحكمة العليا وهم سليمان التواجري إبراهيم آل عتيق بدر السعد عمر الحمد إبراهيم آل فهيد محمد آل فواز فهد السلامة عبد المحسن الفقيه أحمد المحيميد وحجاب العتيبي محمد الفهيد وعبد اللطيف أسبيل وأكد وزير العدل لرئيس المجلس الأعلى للقضاء دكتور وليد الصمعاني أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعما للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية منح مجلس وزراء الداخلية العرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة وذلك تقديرا لجهوده لما قدمه من خدمات جديلة لأمن المجتمع العربي وأتسلم الوسام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيزة بن سعود بن نايف وزير الداخلية خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم معالي رئيس مجلس الدومة للجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية السيد فياتشيس لاف فولودين وأجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وأفاق التعاون البرلماني بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العبان وأستفير وخادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبد الرحمن الأحمد فيما حضر من الجانب الروسي الوفد المرافق لرئيس مجلس الدومة الروسي عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس الدومة الروسي وجرى خلال جلسة المباحثات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين بما يعزز العمل الثنائي المشترك بينهما في مختلف المجالات كما تم استعراض علاقات التعاون البناء على صعيد العمل البرلماني الثنائي بين المجلسين وأسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما نحن في المملكة نعيش في مرحلة جديدة بعد مجيء الملك سلمان وسموه لعهده هي امتدادة للماضي ولكنها بشكل آخر مختلف وبسرعة قوية جدا مدروسة ولكنها قوية ومتجهة إلى الأمام في المجال وهذا همشي المجال الثقافي والمجال العلمي المجال الاقتصادي وبالطبع في بقية المجالات السياسية والمالية والمجالات التعاون مع الدول والموقف الواضح الصريح أكد مجلس الشورى في مستهل جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ بأن المملكة ويحتفل بيوم تأسيسها تعيش مجدا عظيما مزدهرا بوتيرة متسارعة من العمل الجاد سعيا نحو التنمية والتطوير انطلاقا من رؤية المملكة عشرين ثلاثين هذا وأصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عدد من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تتعلق بعدد من المجالات حيث وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر لإنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في مدينة الرياضة عقد وزراء الداخلية العرب في تونس اليوم اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وأكد وزير الداخلية أن العالم يشهد مستجدات في أنماط الجريمة خصوصا المرتبطة بالتهديدات السبرانية محذرا من مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطور أساليب ترويج المخدرات وأشار إلى أن هذه التحولات أوجدت أرضا خاصبة لانتشار أنواع متعددة من الجريمة المنظمة وتحالفاتها مع التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية لتحقيق منافع متبادلة وعن مكافحة المخدرات أكد وزير الداخلية أن المملكة وصل جهودها من خلال حملة أمنية شاملة لمكافحة المخدرات المملكة العربية السعودية بتطبيق حملة أمنية شاملة تنفيذا لتوجيهات القيادة أيدها الله لمكافحة المخدرات من خلال تطبيق خطط تتضافر فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة وتكللت بنجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها وعلى أهم شيء اجتماعي مجلس وزراء الداخلية العرب نقل وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد إلى الرئيس التونسي قيس سعيد وخلال لقاء جمعهما في قصر قرطاج الرئاسي بتونس استعرض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين كما التقى الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج الرئاسي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود ونظرائه العرب المشاركين في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب ونوها الرئيس التونسي بدور مجلس وزراء الداخلية العرب في تنسيق التعاون الأمني بين الدول العربية متمنيا التوفيق لوزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم الحادية والأربعين وأن تحقق نتائج اجتماعهم تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها كما استعرض سمو وزير الداخلية على هامج اجتماع وزراء الداخلية العرب مع نظيره اللبناني العديد من الموضوعات المتصلة بالشأن الأمني ذات الاهتمام المشترك كما ناقش وزير الداخلية مع نظيره اليمني اللواء ابراهيم علي حيدان في العاصمة التونسية عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الأمني ذات الاهتمام المشترك كما التقى سمو وزير الداخلية بنظيره في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عماد مصطفى عبد السلام وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الأمني ذات الاهتمام المشترك جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان دعوة المملكة لوقف إطلاق النار فورا في غزة ودعى خلال كلمته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته مؤكدا على ضرورة رفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة للمساعدات الإنسانية إلى غزة المملكة تؤكد رفضها ازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب في غزة هذا ما أكده وزير الخارجية في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان محذرا من التابعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح وأننا نحذر من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح التي أصبحت الملاذة الأخيرة لمئات الآلاف من المدنيين أوصلهم إلى هناك التهجير القصري للجيش الاحتلال الإسرائيلي وبالرغم من سقوط ثلاثين ألف قتيل وتجويع أكثر من مليوني شخص وانعدام الأمن وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء فلا زال مجلس الأمن يخرج من اجتماعاته دون نتيجة إن المملكة ترفض ما وضحته هذه الأزمة المزدواجية للمعايير وانتقائية في تطبيقها بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيا كوتاريش أن العالم بحاجة إلى تجديد الالتزام بقوانين حقوق الإنسان ومحاسبات منتهكيها لافتا إلى أن مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله غزة التي تعاني إنسانية من اتهاكات قوات الاحتلال حيث استنكرت منظمة الصحة العالمية ظروف الحياة غير الإنسانية في القطاع الذي يفتقر سكانه البالغ عددهم مليونين واربعمائة ألف نسمة إلى أساسيات العيش في خضم ذلك ما زالت تواصل قوات الاحتلال جرائمها بحق المدنيين في غزة حرب رح ضحيتها قرابة مئات ألف بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية كما شدد وزير الخارجية على ضرورة التزام جميع الدول بمعاهدة عدم لعدم الانتشار النووي ودعى خلال كلمته في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في جنيف وأشار إلى الإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل مؤكدا أن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب ولفت وزير الخارجية لأن المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمر بها مؤتمر نزع السلاح والذي يظل متعثرا عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في جنيف استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية كولومبيا السيد لويس موريللو ووزير خارجية سويس رأى السيد جناسيو كاسيس سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات كما ناقش وزير الخارجية مع نظرائه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وجهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود الدولية المبذولة بشأنها كما ناقشت تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري وكذلك حماية المدنيين وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية وإيجاد حل عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني كما بحث سمو وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك اجتمعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كويتريش في جنيف وبحثت تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتأمين ممرات آمنة كما نوقشت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفورية على قطاع غزة وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنسانية التقى وزير الحرص الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيزة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل آلين ريتني وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك رأست المملكة والاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب منظمة التجارة العالمية ممثلة بوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ماجد القصبي واستعرض الاجتماع المواقف والاهتمامات العربية المشتركة لضمان انسيابية سلاسل الإمداد وخصوصا السلع الأساسية والزراعية استعرض وزير الإعلام سلمان الدوسري ورئيس الوزراء الأردنية الدكتور بشي الخصاونة في العاصمة عمان استعرض سبل التعاون المشترك بين المملكة والأردن وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتي تعكسها المكانة الخاصة والرعاية من القيادتين في المملكة والأردن كما عقد وزير الإعلام سلمان الدوسري اجتماعا ثنائيا مع وزير الاتصال الحكومي الأردني تناول سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإمكانيات بين البلدين الشقيقين أهلا بكم أطلق برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية عشرين ثلاثين تقريره السنوي بعنوان أثر نلمسه الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام الفين ثلاثة وعشرين واستعرض التقرير مختلف القطاعات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني كما تضمن التقرير مبادرات منظومة برنامج التحول الوطني وأبرز الإنجازات التي نتجت عن تلك الجهود واجتملت صفحات التقرير على نبدة تعريفية بالبرنامج ومسيرته بالإضافة إلى قسم يستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام الفين ثلاثة وعشرين اتزاما بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة عشرين ثلاثين هذا وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون أن التقرير السنوي للبرنامج يركز على التحول في القطاعين العام والخاص وغير الربحي مضيفا العمل على تحقيق أربعة وثلاثين هدفا استراتيجيا من رؤية عشرين ثلاثين أول برامج تحقيق الرؤية مسؤول عن تحقيق أربعة وثلاثين هدف من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين فالنطاق يشمل الكثير من القطاعات على سبيل المثال ما يتعلق بتنمية وتهيئ البيئة الجاذبة للاستثمارات عام ثلاثة وعشرين زادت الترخيص الاستثماري الأجنبية بما يتجاوز 96% عن عام عشرين ثلاثة وعشرين وثلاثين وأيضا إصدار أكثر من مائة وثمانين ترخيص لشركات عالمية لفتح مقارها في المملكة العربية السعودية كما أكد السعدون بأن برنامج التحول الوطني يوازن بين القطاعين العام والخاص ويعمل مع سبع وزارات قائدة للأهداف وأكثر من خمسين جهة مشاركة وتكامل كبير بين القطاع العام والقطاع الخاص وغير ربحي لتحقيق أهداف البرنامج في برنامج التحول الوطني لدينا 34 هدف استراتيجي هذه الأهداف تقودها سبع وزارات ضمن منظومة البرنامج وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة وزارة العدل وزارة التجارة وزارة الاستثمار وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة التصلاة والتقنية والمعلومات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى أكثر من خمسين جهة حكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات ومراكز تشارك في تنفيذ أكثر من ثلاثمائة مبادرة لدى البرنامج وأضف السعدون بأن مبادرات برنامج التحول الوطني تتجاوز ثلاثمائة وتشمله قطاعات حيوية متنوعة ولديه أكثر من تسعة وسبعين مؤشر قياس أداء محلي وعالمي وتراجع باستمرار تحتوي الخطة على أكثر من ثلاثمائة مبادرة هذه المبادرات لها مشاريع ولها خطة تنفيذ نتابع أن يتم تنفيذها بحسب الخطة المرسومة بالإضافة إلى ذلك مهم لدينا قياس الأثر ونقيسها بمؤشرات أداء البرنامج لدينا تسعة وسبعين مؤشر جزء منها دولي والبقية هي مؤشرات محلية نقيس التقدم في هذه المؤشرات أشرت في الفقرة السابقة على بعض المؤشرات التي تتعلق بالحكومة الإلكترونية ونضج بالتجربة الرقمية إلى إضافة إلى نمو القطاع الخاص وغير ربحي في تقرير البرنامج الذي نشرناه اليوم في قسم خاص خصصناه لمؤشرات البرنامج خط الأساس لتلك المؤشرات والمستهدف وما تم تحقيقه في عام 2023 انطلقت أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي بالشرق الأوسط في الرياضة بمشاركة واسعة محليا وخارجيا حيث يهدف المؤتمر إلى تقديم حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية وزيادة الاعتماد على تقنيات الري الحديثة وذلك لرفع مستوى الإدارة المتكاملة للمياه هذا وأكد رئيس المؤسسة العامة للري المكلف المهندس محمد بوحيد أن المؤتمر سيبحث التحديات التي تواجه القطاع ومدى الاستفادة من الموارد ودعم توظيف الدكاء الاصطناعية يأتي عقد هذا المؤتمر إيمانا بأهمية تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الشركاء والجهات التي تعناب بقضايا الري والصرف الزراعي حيث يتناول القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الري والصرف والتنمية المستدامة خاصة قضايا تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية وإعادة استخدامها مثل مياه الصرف الصحي المعالجة إضافة إلى تقنيات وممارسات الري الحديثة وآثار التغيرات المناخية على قطاع الري ودعم توظيف الذكاء الاصطناعي في الري الذكي والمستدام كما أشار أبو حيدي لأن المملكة خلال السنوات الماضية عملت على تبني العديد من الاستراتيجيات والخطط التي ترتقي بخدمات المياه وتعظيم الاستفادة منها بما يتماشى مع رؤية عملنا في المملكة خلال السنوات الماضية على تبني العديد من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها الارتقاء بخدمات المياه وتعظيم الاستفادة منها واستدامتها وذلك في سياق رؤيةٍ شاملة ومنظومةٍ متكاملة من التخطيط والآمل بما يتفق مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه واستراتيجية المؤسسة العامة للري واللجنة الوطنية السعودية للري والصرف ساسد يوماً حافلان لفعاليات منتد الالتزام البيئي 2024 في الرياضة بمشاركة أربعين شخصية إقليمية وعالمية من عشر دول الخبراء ناقشوا انبعاثات الغازات الدفينة وتأثيراتها البيئية وشهد توقيع ست اتفاقيات لتحسين القدمات ودعم الابتكار فعالية منتد الالتزام البيئي 2024 في دورتها الأولى تختتم بعد يومين حافلين المنتد الذي جاء بتنظيم من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمشاركة مختصين وصناع القرار في مجال البيئة إقليمياً وعالمياً شهد على اتفاقيات تاريخية تهدف إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات الرقابية البيئية المقدمة وتبني مشاريع ومبادرات تطويرية وتحسينية تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية وإسهاماً منه في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بجودة الحياة وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال البحوث والابتكارات ذات العلاقة بالتقنيات الصديقة للبيئة وتهدف كذلك إلى تحسين طريقة وسرعة وجودة نوعية الخدمات الرقابية البيئية المقدمة والتعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات العلمية وتنفيذ المشاريع في مجال علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة بالأوساط البيئية إضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية للمساهمة في تحقيق أداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي البيئي توقع المركز الوطني للأرصاد فرص ظهور الضباب على مناطق تبوك الجوف الحدود الشمالية حائل القصيم تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياضة والتي تشهد انخفاض من الموسم في درجات الحرارة وأشر المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق هذا وسجل الجازان أعلى المناطق في درجات الحرارة بواقع 25 درجة مئوية في حين سجلت الطريف وحائل أقل درجة حرارة بلغت 6 درجات مئوية مشاهدين الكرام قبل الختام هذا تذكر لأبرز ما جاء في نشرتنا خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتسمية 12 قاضيا أعضاء في المحكمة العليا تقديرا لخدماته الجليلة لأمن المجتمع العربي منح خادم الحرمين الشريفين وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الدومة للجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية يستعرضان علاقات الصداقة وأفاق التعاون البرلماني خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف وزير الخارجية يجدد دعوة المملكة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة شكرا لطيد المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة